دلع سعلك عنه يا أحمد، الشوت الثاني ليه اختلف الأداء عن الشوت الأول؟ كولر كان من رأيي أنا كان كلامه مع اللعبة أن المطشده يخلص في الشوت الأول تصور أنا رأيي كده؟ أنا تصورت أنه مارس الكولر هو إيه؟ خلصوا كل الشوت الأول لأن الفريق اللي يلعب في 72 ساعة مطشين مش هيلعب ضغط علي التسعين ديئة مستحيل، بدنيا مش هيجيب وتحديدا أن الأهلي أصلا بدنيا قبل كاسل العالم اللي كان عنده مشاكل فأنت بتلعب مع الاتحاد يوم الجمعة، تلعب يوم الاثنين مع فريق قوي جدا مش سهل، فريق مرهق، هيتعبك بالكورة فأنت مش هتلعب طول التسعين ديئة ضغط عالي فهو كان قرار أنا هلعب شوت ضغط عالي وشوت هحاول ألعب على الـ بس الشوت اللي هلعب فيه ضغط عالي أنا هخطف فيه المطش اللي هو كان الشوت الأول المطش سواء أتفق جدا معك لذلك هو قرر أنه يلعب شوت الأول لأن ضغط عالي بس أنا لازم أن أخلص المطش في هذا الشوت لأنه أنا لو لم أخلصتوش يحصل مشكلة ضغط الأهلي في شوت الأول كان منظم جدا وكان الأهلي حرم فريق فلومونسي منه الكورة بشكل كبير لو شمعنا نبصة على حالة الضغط في الشوت الأول لأنها تختلف تماما على شوت الثاني وهذا نتيجة أن الفريق بدنيا تأثر في الشوت الثاني بشكل كبير لو شمعنا نم Ishajee بأول حالة ضغط معنا في الشوت الأول هنشوف ان الاهلي كان دايما بيضغط من قدام بخمسة او ستة قال لحاجة. يعني هنا هنلاقي في ستة هم موجودين. دي حالة الضغطة تانية برضو في الشوت الاول خمسة بيضغطه. من قدام انا بمنع فريف اللومنسي ان هو يطلع بالكورة. عشان استخلص الكورة عشان احرمهم الكورة. انه طول ما هو مع الكورة هو خطر. فده حاول نادي الاهلي في الشوت الاول يضغط علي فريف اللومنسي. عشان يحرمهم الكورة نكمل الحلاب برضو. دي حالة تانية برضو في الشوت الاول انا عايز اقول لك ان دي كورة. ضربة مرمى. الاهلي بيضغبو كل دم من قدام. انا عايز اخطف الكورة. انا عايز الكورة تبقى معاي. عشان انا لازم اخلص المتشف في الشوت الاول. لودنا نشوف الدغط في الشوت التانية اللي انا أختلف تماما. العنون. 同نا. يعني لو جاء هذا نشوف كورة ضربة الجزاء. دي لسه في الشوت الاول. دي في الشوت الاول برضو. دي كورة ضربة الجزاء. انا عايزك توقف على الفريم ده شوية بص فيه كام لعب من نادي الاهلي فيه اتنين اربعة خمسة جوه اللعب هنا غير اللي عطار في برا اللي هم ورا الكورة بس انا عايزك تشوف تاوي اللي هو المفروض اصلا جناح يمين هو المفروض مسئوليته ان هو يساعد محمد هاني كمل الفريم اللي بعده هتلاقي مرسله سارح من ورا تاوي من ورا محمد هاني هو مش شايفينه دي ايه ده عدم تركيز ليه بدنيا الفريق نزل فالفريق مش مركز انا مش مركز محمد هاني هو واحد سحبه جوه واحد سحبه جوه وتاوي مش شايف هو وفين مش شايف ظهره بالضبط المفروض ده بتاع تاوي فنكمل الفريم هنلاقي مستوى الضغط اضطرة تاوي ان هو يخش التحم مع مرسله بخبرة كبيرة جدا مرسله لبس تاوي ضرب الجزاء لو شفنا برضو الحالة التانية بتاع الهدف التاني هنلاقي نفس الفكرة الفريق في مستوى الضغط بتاعه قال لي كتير عن الشروط الاول قال لي كتير يعني ده كور الجوني التاني اللي دخل في المدين ده يعني انا هوريك لقطة في الجون دوت هتأكد لك ان الفريق تركيزه مزاي الشوت الاول خالص يعني بص دي محمد هاني محمد عبد المنع مع الدايرة هوت وورا طهر في لعب هنا واقف هوت لوحده ما فيش حادي شايفه بس دي شبه هاجم مرتبط بخير كلهم كلهم اللاعب ده سايد بعد بكورة فمستوى الضغط قال لان الفريق بدنيا قال كل ده بسبب ان انت مقدرتش تأمن نفسك في الشوت الاول فاضطريت انك الشوت التاني داخل صفر صفر ما استغلتش اي فرص ضيعت التفوق بتاعك اللي كان موجود في الشوت الاول فدخلت الشوت التاني عندك مشكلة كبيرة طيب موسيقى